موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سيتمكن المكلف الثالث السيد مصطفى الكاظمي من عبور الفريق الوزاري إلى بر الأمان ما قصة وحقيقة الانقسامات السياسية الشيعية والسنية في الساعات الماضية من يخول من؟ من يتفاوض مع السيد الكاظمي؟ علما أن الأخير تحدث في تغريدته الأخيرة عن وجود مباحثات وحوارات ودية لا نطيل عليكم نشاهد هذا التقرير نرجع لكم إن شاء الله العنوان اللي اختاريته بحلقة اليوم اللي هو حكومة الكاظمي زمن صعب ومهمة أصعب ينطبق تماما على واقعنا اللي نعيشه لأن الرجال راح يستلم تراكمات من الفوضة والهوسة اللي أنتجتها حكومة الغائب الطوعي باعتراف النواب اللي جابه عبد المهدي وهستخلوا عنه خلونا بالمفيد الكاظمي صرح اليوم وقال الأمور طيبة ويا الجماعة بس المكلف قال أكو جملة جدا مهمة ما قدرت أغادره بهذا التقرير اللي هي نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي بمعنى أكو ضغوط وأكو طلبات أشبه بالتعجيزية من قبل الزعمات والأحزاب بس رجل المخابرات يقدر يطلع من المحاصصة الطريقة الخاصة لأنه الورقة الأخيرة لمستقبل الأحزاب الحاكمة هذه الضغوط مخلت أبدا من انقسامات هنا وهناك مثلا المعلومات المؤكدة والمقربة من المطبخ السياسي السني تحديدا تقول تحالف جديد اسم المدن المحررة هو تحالف موجود وعدد قياداته بين العشرين نائب أو أكثر والتحالف في قيادات ونواب مستقلين بس قالولي أيضا أكو بعض النواب محاسمين موقفهم يا بليش عدهم تردد على قلق أو خوف مثلا أن أبو ثنى سامراء اللي زعل وطلع من تحالف القوة قبل فترة وكل الدنيا درت بالموقف اللي صار ويجتماع القوة هس رجعوا يتحالف رئيس البرلمان ورجعت العلاقة دهن ودبس مثل ما يقولون والتحالف هذا بخارد العبيدي محمد اقبال قاسم الفهداوي طلال الزوبعي وعبد الرحيم الشمري وأكو اسمها بطريقة للانتقال من جبهة الحلبوسي إلى جبهة المدن المحررة طبعا العجيب بالموضوع نواب تحالف القوة منهم فالح العساوي ويحيى المحمدي وزيتون الدليمي قالوا ماكو هيكي تحالف وقالوا عليه اقذوبة وهذا تحالف وهمي بس احنا هنا لازم نوقف مشاهدين الكرام على اللي نعرفه رسميا واللي وصل لنا على شكل معلومات الشي الرسمي كان قبل كم يوم على لسان النائب محمد الكربولي من سألته قلت لتلاحقوا روحكم ترى تحالف المدن المحررة راح يتفاوض وياخذ الوزارات الرجال أبد منفه وقال هذا التحالف قسم من عدهم متهمين بسقوط محافظات نبي داعش وبيهم حتى فاسدين استاذ احمد والعصفورة ايضا قالت لي نفس ما ذكر النائب الكربولي نجي هسا على نتاج التشكيل الوزارية اشتروا راح يتعامل الكاظمي ويهاي الهوسة والانقسامات لان يوميا تحالف جديد واسماء جديدة والنواب ينتقلون مثل ما ينتقل اللاعب كريستيان رونالدو اللي يوميا ابنادي ينجم ابنادي وبعدين عاف النادي معروفة الاسباب بس يا جماعة الخير الانقسامات السياسية بس بالكتل السنية والشيعية بس بالكردية وضحهم تقريبا مستقر اكو شي اسمه زعيم وقيادة وهي اللي تتحكم رجل واحد يحشي والباقين ينفذون ويطلعون حق مكونهم بكل هدوء وبساطة خلونا نشوف وشلون راح يكون المشهد بهذا الاسبوع الحاسم رحب بضيوفي الكرام الاستاذ رعد الداليكيناء برئيس تحالف القوى العراقية حياك الله استاذ رعد نورتنا في هذا اللقاء وايضا مع القيارة في التحالف الفتح لأول مرة استاذ طاهر الدراجي نورتنا استاذ طاهر في هذا الحوار استاذ رعد الحلو بيك شجاعتك يعني الله عزك ما عرف يعني الذي يتفاوض على حقوق المكون السني تحالف المدن المحررة أم تحالف القوى أم من تحية وتقدير لك سيد الكريم وإلى ضيفك سيد طاهر العزيز الكريم وإلى مشاهدين هذا المبر الكريم سيد الكريم قبل ما أجعل سؤال جنابك شوية طرق التقرير الذي قدمته أكيد مشكور عليها ورؤيتك كانت جيدة وثاقبة لكن في بعض الأمور هناك بعض الملاحظات خلينا نقول عليها وهناه تحالف مكون من 20 نائب أو أكثر يعني قابل وأنت تعرف من سيد محمد علاوي هم نفسهم قلوا إليه ترى إحنا 28 وإحنا 30 وإحنا 35 35 وتدري كان السيد النائب محمد عثمان كان هو اللي يشكل حكومة بعدد نوابه وقلناها وحتى كنت بتواصل مع جنابك أنه لا يروح محمد علاوي بخال الوهم مزين لذلك أنا أعتقد أنه مع احتراماته طبعا للتحالف المدن المحررة كلهم محترمين ومقدرين وعدهم وجهة نظرهم نعم ومحترمة وكل من يرى وجهة نظر مصلحة ناسا وأهله من زاوية المعينة أنا مردق للمشانهم لكن أنا أكد أنه تحالف ما يسمى البدن المحرر لأنه لحد أنه لا نعلن لحتى أن نطلق عليه اسم لكن بالتواصل الاجتماعي يمكن أن نطرقه شي أسماء لكن السوء موجود إلا شي رسمي لحد يلا ماكو شي رسمي متدري لاش ماكو شي رسمي؟ لأنه بعد يعني ممرض تبين الهيئة ممرض تبين على القاعدة الإساسية ممرض تتكلم عن أن اسم يجوز يتغير الاسم زيان يعني بكل لحظة لكن الآن يتكلم على التحالف أو تجمع والحدي الآن هو تجمع أنا أعتقد لا يتجاوز عن 13 نائب نقدر نعرفه منه؟ لا ما نقدر نعرفه يجوز باشر عادي رغيان بس ما لي ذكرت بالتقرير الصحيح؟ مثل؟ محمد أقبال سيد خالد العبادي الأخطرال الزوبعي هو من نفسهم وكانه مع محمد علاوه يتقل من نفسهم أما بالنسبة لزيادة عددهم نها بالعاكس يمكن جاء بعض من هذا التجمع أو هذا التحالف من هذا التحالف القوة أما تقريب جرابك أنتقلوا من جبهة الأخ الحلبوسي إلى تحالف المحررة قارد العبيدي وقاسم أطمناك تجمع تحالف القوة العراقية لا يتجمع لأجل مصلحة أو وزارة أو تسنم منصب أصلا تحالف القوة العراقية التقى وتجمع موعد تشكيل حكومة إذن هو تجمع على مشروع وهدف ورؤية لم يأتي لأجل مكاسب مثل هش تجمع؟ مؤمن بمشروع ومؤمن بلمة شباب ومؤمن بأنه يحقق شيء الناس وأهله ما ممكن يتفرق ما قبل كم واحد انتقل لهذا التحالف استاذ راحت إلا له عليا لا لا إلا من تحالف القوى إلى تحالف المدر المحررة ولا واحد لا بالعاكس جوا من تحالف المدر المحررة إلى أنا شكيا بصراحة وهس الأولي ما نقوله قلت لك أنا نقلت ما عندي مشكلة ثق ما نقل ولا واحد لا بالجو يمكن أربعة من تحالف المدر المحررة إلى تحالف القوى ومو جوا هم أصلاً كانوا ويانة لكن كان يعلن تحالف القوى المحررة إنه هذول معايا وكانوا واضحين جداً للبرحة في اللقاء على قنوات الشرقية نعم 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 تكلموا أننا نحن من قبل النسبوين إلى غير تحالف كانت أسماهم موجودة لكنهم موجودين لذلك أنا أؤكد لك أن تحالف القوى العراقية انجمع على مشروع وليس على مصالح لذلك ما ممكن أن يتفرق على مصالح ولا نأب يتحول للمدر المحررة مو تحول يتحول ولا نأب يتحول مو تحول يعني بالحاضر هو ماكو لكن حتى يتحول بالمستقبل ماكو فهذا الموضوع نتمنى من السيد المكلف بعد احترامنا وتقديرنا وتحية إلى في هذا الظرف الصعب وأرسله رسالة من خلال منباركم الكريم أن الله يعينك على ما بتلاكي يعني قبل أنه يتقدم الصف في هذا الظرف الصعب في هذه الأزمات الكبيرة التي تعصب البلد من أزمة سياسية إلى أزمة أمنية إلى اقتصادية إلى صحية إلى إنسانية إلى أزمات كبيرة وتقدم الصف هذه شجاعة لذلك نسأل الله أنه يعين على هذه المهمة الكبيرة وشجاعة من كيان سياسي أيضا أنا أعتقده أستاذ رعت أن يتفاوض باسم المكون السياسي و باسم المكون السني مع الأخ المكلف الثالث مصطفى الكاظمي تحالف المدن المحررة سيطلع قول خلاص أستطيع أن أكمل وصلاة كاظمي وبعدها أرجع لك مع رؤيتك الاستفزازي حقا أوجيه لكل تحية وتقدير والاحترام وهو يعي جيدا أنه هناك ريمان بتحركة الكتلة السياسية وهناك أراضي رصينة تقف على صخور لبعض الكتلة السياسية أخرى لذلك هو يعي أنه لا يتعامل مع ريمان المتحركة و دائما يستند على الصخور الكتلة الكبيرة و لا يوجد اعتراض أنه هناك كتلة صغيرة و كل شخصية كلها محترمة مقدرة لكن يجب أن يكون الاستناد إلى هذه المرحلة خصوصا على أراضي صلبة وأرض صخرية لكي يحقق ما يرغب به الجميع و ما يتمنىه الجميع لذلك لا يحقق الكل لكن يرسل مساعدة أما بالنسبة للتفاوض الكل ما يخول للتفاوض مخول؟ أنت حرف القوة مو بس هو السنة كل السنة الكل ما احترام لهم تقديرهم و لهم السنة لكن هل هناك جهة تأتي لهذا الأمر للتفاوض بتحقيق مصالح السنة و مصالح الشخصية هذا موضوع فعلي هل تشتقول؟ يعني لو هي جاية باسمها وتتفاوض باسمها أكرر احترام تقديرهم لكن اسمها وتتفاوض بشكل واضح و عدها برنامج و منهاج هذا موضوع ثاني لكن يأتي الغير أنه يطالب لها و يضغط على هذه الجهة و تلك الجهة حتى تنتهي استحقاقاتها إذن هناك هذه مصالح سيد الكريم لحد هذه اللحظة تحالف القوة و أحسب الكه حتى من الأخير خير يتفاوض و ما يتفاوض تحالف القوة لحد الآن لم يلتقي بش سيد الكاظمي بشكل رسمي للتفاوض لأنه ليس طالع لا مسبق لكم متدرون أنتم تماما إذا راح تلتقون مع المكاظمي يقول لك والله أنا يتفاوض و ياهي بعد سيدي جماعة موسى أنا لا أريد أن يتفاوضيه على الوزارات حول ما راح أرى شوف منهاجه برنامجه طابقني طابق رؤية ناسي أهلي نقاطي استحقاق ناسي وأهلي ذاكرة و كتحود أروح لعلى الكامير الوزارية هذا الموضوع إذا الناس راح تتفاوض على الوزارات فهي لا تهتم أصلا ولا يمهل المنهاج والبرنامج ولا يتهتم المحافظات لا إحنا نتحارف القواك فيه نريد منهاجك برنامج سيد الكاظمي بلغنا بشكل رسمي المنهاج والبرنامج جبنا نقراه و ندرسه و نشوف رؤيتك لمناطقنا باكل وقت نقرر إحنا نشارك منشارك نخولك إحنا نجيبك هذا موضوع ثاني الوزارات مرحلة ثانية و ليست لدينا إليها أولوية مثل الغير الغير راح دي الوزارات ركض يتفاوض عليها لا إحنا نتفاوض على برنامج محافظة أنتوا بالمشهد أستاذ راح أنتوا لازلتوا بالمشهد لا تقول لي الغير راح ركضوا على الوزارات مو لازلنا بالمشهد و منعوفنا بالمشهد مو لازلنا منعوفها هذا حقهن منعوفها منتد بيانا صالحة شكاب صراحة احنا ما ناخذين مننا من أحد هذا تمثيلنا أكبر ما بين المحاصصة وما بين التمثيل أستاذ طار حياك الله نورتنا في هذا اللقاء تخرنا عليك شوه يا حياك الله ليش الفتح مقابلين على الكاظمي من جو العباية ليش أكون معرقلات يعني ليش هذا الخوف والقلق بأنه الكاظمي سيكسر ويقلم وكلا إيران بسم الله الرحمن الرحيم تحية وتقدير كادر قناة الرشيد ولجنابك الكلمة حياك الله سلام ولضيفك سيد النائب رعد الله وجميع مستمعينك ومشاهدك في داخل البد وخارج البلد سؤال دائما يطرح نعم كثير من القنوات الفضائية جوابه صراحة في البداية خلونا نكون واقعين عندما اخترقت دستور سيد برهم صالح وبعد ذلك أيضا عندما رشحت زرفي بدون ما يرجعه كدستوريا إلى الكتلة الأكبر زين يعني بين قوسين أصبح هذا الشيء خلونا نكون واقعين كسرة خشم يعني كسرة خشم كي لا تكون سنة بعد ذلك لأن بالألفين واربعطعش يعني عفوا يعني ترشيح الكاظم كسرة خشم لا لا كسرة خشم سيد محترا نعم لا أحسن 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 كسرة خشم من من؟ كسرة خشم سيد برهم صالح خلونا نكون واقعين لأن بالألفين واربعطعش كان فاد معصوم سيهم رئيس جمهورهم من نفس الاتفاة مع العبادي حصل لذلك وبعد ذلك اختراق الدستور لمرتين عدم رجوع إلى الكتلة الأكبر حسب الدستور ما يقال في الدستور صراحة إذا كان بين المقبولتين أم نرضى بالزورفي وتنتهي الكتلة الأكبر تذوب تنتهي أو نرضى بالكاظم وكاظم كان بالتوافق جميع القوى السياسية يعني علينا نطلعوا بالتلفزيون يعني ترشيحها يجى مو مثل مثلا الزورفي قبل محمد توفيق في أروقة ضيقة ومظلمة من قصر السلام لا يجعب كل هات موافقة ماكو باتش العوبة يقول أنا معترض على الشغل اللي يتقن هاي اللعبة هو فخامة الرئيس برهم صالح لعبها صح تدري ليش لأن قبل شهرين مصطفى الكاظمي تحت اليد كمرشح نعم واعترضه وتم رفضه نعم وتم يعني ملفاته وهذا وكذا وإحنا هي شي برهم صالح خلاكم نعم كأغلبية سياسية شيعية نعم تنحوا تدقون بابه السلام عليكم هذا مصطفى الكاظمي مرشحنا احتحيها والدستور لا لا مو دستور لا لا أتقن اللعبة أتقن اللعبة برهم صالح لا يقول طالما أكو كتل كبيرة حسب الدستور هو يعني هو الرئيس الجمهورية ترهو يعني تكليف يعني مو ترشيح يعني منصبة يعني قصد من تكليف مو من حق يرشح يعني القصد هنا ماكو أجبرنا وأجمل لا بالعكس احنا اسم مصطفى الكاظمي يعني خلين نكون واقعين الرجل هسا كابينة الوزارية شو على قوة الأستاذ خلين نشوف البرنامج الحكومي كابينة الوزارية مقبولة غير مقبولة مع الشارع مع المتظاهر السلمي الحقيقي مع مرجعيتنا الرشيدة يعني القصد هنا متطلبة يعني احنا شنو الفائدة خلي الطماجات خلي سيد مصطفى الكاظمي هو رجل المخابرات خلي التقليف مثل مثل ما اتخذ بوتين يعني مو كان رجل مخابراتي قبل ومو اجا اجا لم لم روسيا وخلي يعني ذوب المعضلات المحاصصة الفساد ومنظومتها وخلي روسيا هي في الكل في المقدمة خلي يكون العراق هو أيضا في المقدمة على رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي صحيح ضربة مليئة بالأشواق وبالمطبط بسبب مطالب الكتل الشيعية بالله السمية يقول لك أنا عدست وزارات الأكراد أربعة ثلاثة خلاص المحاصصة الحزبية المقيتة التي أوصلت البلد لها المنحدر إن كان شيعيا إن كان سنيا خلنا نكون واقعين هاي المحاصصة لحد هسة أنت لحد هسة استاذ أحمد شون ما يريدون حصص وحياتك هسة بس كم إذا ما ينفذ لها يعني بس إحنا شنقول هاي أمانة برقباد سيد مصطفى هاي فالشي هسة شنون هاي أولى أرضية صحيحة خلي يستغلها صحيح بأمانة في صالح العراق بالذات خلو يتنفس خلو يتضغطون علية هاي بتقولول إحنا الخارجية السائرون إحنا شنقول إحنا شنقول إذا هي عندها مفترقين أي بله شن هي المفترق إذا شاف الكتل السياسية بعين نرجسية ونفذ ما نفذ هذا حالة حربا بس إذا كان يشتخدم الكرت الأحمر لا ينجح هي هسة كش متأي بس مقابلة حل الكتل أن يعني خلي شوية تتنازل على الكتل على المحاصصة مالية خليه ورد هران عفوا ليش حلال عليكم حرام على الكتل الكرمية والسورية لا 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 تقول لا تقول يا أخي هاني ككتلة بدر ككتلة بدر أطيني وزارة إحنا ما أخذين أحشي لي يلا وزارة إحنا كرئيس تحالف الحاج هاد العامري إحنا هسة عندنا وزارات راح تصير وزارة إحنا من قل أنا ما أقول راح تصير لا نتنبأ يمكن أصلا ما يوصل يمكن برنامج الحكومي يمكن ما يوصل برنامج الحكومي كابينة الوزارية هو الكتل اللي هتعترض لأنه مو مصلحتها يعني ما عدها محاصصة فالله هتعترض تتحيد مثل ما أحسه مبارك عليكم وزارة النقل النقل البدر النقل إذا كان شخص وزير أهلا لها بالعكس للكل مبروك هو العراق للكل مو بس للفتح إحنا من منطلق وطني إنسان يكون عدة حس وطني مثل ما قاتلنا أقوص صفحة الشر والظلام بالعالم خلي هسة القتال الصحيح الجهاد الصحيح خلي الكتل يا أخي الكتل بس يبتعدون عن المحاصصة العراق العراق بخير بس المحاصصة الحزبية يوخرون من عندها والله العظيم العراق يرتاح يا أخي يعني العراق انتهى شعب انتهى وهذا جلبة الكورونا يعني زاد البل طينا مزيد طيب استاذ رعد أرجع ويا جنابك الكريم خلينا أيضا ب أنا سميت الزمن الصعب والمهم الأصعب في عنوان في حكومة الأخ الكاظمي اللي إلى الآن بصدد تشكيلتها الزمن لأنه ظرفنا وكورونا وتدري أنت والوضع السياسي والإقليمي والدولي والمهم الأصعب بسبب هاي المناكفات اللي يتحدث بها الأستاذ طاهر شلون يقدر يعبر المي مثل ما يقولون بأمان بسلاسة معقولة راح نشوف كتل سياسية سنية تقول عم احنا مر يتحصتنا انت جيب وفق طبعا ما مقتنع باستحقاق المكون هو لازم يجي نعطي الدرس الجماعة خلاص راح تفرضون علي اسماء إذا قعدتوا ويا وإذا سمحلكم إذا سمحلكم تقعدون ويا إذا سمحلكم ما عرض الرجل يريد يشكل حكومة بأرياحية قد ما يقعدوا إياكم سيدي تفضل والله ومعلى قنااتك الكريمة وانا أتكلم نيابة عن إخواني وأمونا عليهم تحالف القوى العراقية تفضل لا يسمح للكتل الأخرى لا يسمحنا لا يقعد مع الكتل الأخرى لا يقعدوا إيانا يعاملنا مثل ما يعامل تحالف الشيع والكردي شوان يتعاملوا إياهم خي يتعاملوا إيانا رغم أنه لدينا يعني خلينا نقول ثقة مزين لحد هذه اللحظة موجودة وبشكل عالي كبير جدا لا نعرف شنو المعطيات القادمة لكن لدينا ثقة عالية بأنه سيد الكاظمي سيكون مثل ما شبه السيد طاهر بأنه بوتين سيكون بوتين العراق إذا ما أعطيه الفرصة والمجال الأوسع لإدارة البلد بأرضية خاصة وهو يتمتع اليوم بأرضية تختلف عن كل أرضيات الحكومات السابقة منذ 2003 إلى حد الآن يا أرضي أرضية خاوية الأرضية السياسية كل الكتر السياسية اللي دعمته في يوم التكليف راح تكون محرجة أبت أمرضت ستكون محرجة بأنه تسحب هذا الدعم من عنده لأنه دعمتها في وقت التكليف ما راح تقدر تقول أنا ما أدعمه بوقت التنصيب لأنه رأسين يقولون يا بلوش ما دعمته لأنه عيونه خضر لأنه مو وجهه أسمر كل يتكون دعمته بالبداية لكن حصص ومحاصصات واستفادة لذلك أنا أعتقد ستكون وضع الكتلة السياسية صعب في سحب الدعم من سلوك لذلك هو يتمتع بهذه الخاصية أنه سيمرر أكو معوقات وخصوصا خلال هذا الأسبوع سيرى السيد الكاظمي ما يراه من معوقات ومن طلبات وفرض إرادات لكن حسب رؤيتي وحسب ما أشاهد على سيد الكاظمي رغم أنه علاقتي قليل بي لكن هو دار ملف مهم وهو المخابرات وبعد كل التدخلات السياسية عنه ونجح في إدارة هذا الملف أنا أعتقد سيعمل على احتواء وإبعاد الضغط السياسي على الكابينة الوزارية وستكون كابينة وزارية سيد الكاظم إذا ما مررت تحت المراقبة تحت مجهر المراقبة بالمباشر وأعتقد أنه سيكون الفساد أقل ما تهدروا له أستاذران ما تهدروا تدري ليش؟ ما تهدروا ليش؟ رجل مخابرات وغير منتمي لحزب معين نحن ندعمه مو نقدر له نحن ندعمه مو نقدر له لا مو تحت مجهر المراقبة مو هو؟ شعالين العصر لا لا مو هو تحت المجهر حكومت ستكون تحت المجهر المراقبة من قبله أبو سراسك لعد عوفه لا ندق الباب عليه لا تجيب لها شخصية نعطيها الدرس معلمينه على هذا عوفه يختار براحة لا سيد الكديم شوف سيد الكديم لحد الآن نحن منطقنا لا تخويل إلى وحكيا بصراحة رغم أن هناك في أروقات التحالف القوى دراسة لهذا الموضوع أنه نخوله بالاختيار أم بما نخوله بالاختيار نحن نرى منهاج وبرنامجة إذا منهاج وبرنامجة بيه نقاط المناطق المحررة ومناطقنا وبشكل واضح وصريح في سقف زمن معين وأولها النازحين عمار المناطق المحررة سحب القوات الأمنية الحشد والجيش من المحافظات وبدأ بعمارها يعني هذين النقاط الأساسية إذا شاهدنا السيد الكاظمي واضع لها بسقوف زمنية ومنهاج وبرنامج عراقي حقيقي للنهض بالعراق بفترة معينة يعني لكل حادث حديث نصل إلى مرحلة التخويل أما لحد هذه اللحظة نرشح لأسماء وهو يختار يرفضهم كلهم من رشح آخرين لحد هذه اللحظة أساسي يصير باتشر بعد باتشر هذا الموضع تقول لحدنا التقيته بي ما التقين رشحنا له أسماء ما رشحنا له بشكل واضح نتمنى أنه يكون ورقة النازحين لو ورقة الوزارات الأولوية لمن بالمقابلة لو وزارات شان قدمناها مثل غيرنا استعظراحة لماذا تجاه مني ورقة شان قدمناها حسنا ما مستح منك شان قدمناها شان الوزارات قدمناها وزارات ومناصب وكعكة قدام نازحين ليش سيد الكاظمي سيد العلاوي وين راح قدمناها لا وزارة شفنا منهاج وبرنامج قلناها العام ورح الله محمد عليك ترجع لها فرصة سعيدة ايه فرصة سعيدة لا نطعنا اسم ولا وزارة فنحن بالنسبة لنا برنامج النازحين ومناطق المحررة عمار ناطق المحررة من أولوياتنا وسحب الجهات المسلحة الحشد والجيش من مناطقنا قامنا أولوياتنا وراها ننظر للورقة الثانية اللي هي بها الوزارات وأنا أأكد لكيها نحن ما متنازل عن استحقاقنا حقوقنا لكن لحد هذه اللحظة ما متمسكين إذا ما كان البرنامج والمنهاج يختلف عن البرنامج والمنهاج السابق رغم اعتقادنا بين المرحلة القادمة مرحلة صعبة على الجميع وعلى الجميع أن يتماسك ويعطي الزخم الكامل للسيد الكاظمي بعبر هذا المرحلة انت سئلت سؤال السادة طهر وما جاوبك ليش تقفون ضدنا نحن نعتقد والله سيد الكاظمي ايه ايه اشتعتقدون ايه انا جاوبك اتفضل اتفضل انا فعلتك نحن نعتقد أنه سيد الكاظمي إذا ما العرضية وقف على العرضية صالبة وإذا ما شكل حكومة اللي هو يرغب بيها ويراها صحيحة بدعم سياسي وبقبول سياسي أنا أعتقد سيقلم أضافر الجميع وسيعمل على تطويل أضافر العراق ويمد جسور كبيرة مع الدول العربية حجاه أستاذ طاهر تعرف الفتح يعني بقربة من الفصائل طبعا كل الاحترام للكتل السياسية اللي تؤمن وتعتقد بمنهجية هذا الخط المسلح زين شلون نقدر ندعم الكاظمي كفتح طبعا هو دي يجلس في منزل هذا العامري وفي منزل الأخ العبادي وفي منازل المخضرمين من السياسين زين يقول هو في خطابه وفي تغريداته يقول أن العراق يستحقوا حياة أفضل وأكرم وأكثر وكرامة زين شلون نقدر نشوف عراقنا محترم لكن الأذرع المسلحة موجودة الدستور ما ذكر أذرع وفصائل المسلحة ذكر أكو شيء يسمى حشد شعبي هل تؤمنون هل تؤمنون أن شخصية الكاظمي ستقوم بتنظيف اللارسمي اللارسمي هنا طبعا الحشد مؤسسة على رأسي اللارسمي في الساحة العراقية استاذ طاهر تنظيف اللارسمي شنو السلاح اللارسمي نعم صراحة استاذ أحمد تفضل احنا يعني صراحة السلاح المنفلث صلى ربع رعد استاذ رعد الدهلك ما يرجعون صح لوني غلطان استاذ رعد لحد ما بخير لا عاد العبد المهدي قدر لا العباد قدر بمجرد ما طلع الزرفي ثمان بيانات من ثمان فصائل مسلحة نعم يجاكم الكاظمي بعد خلاص صادوا تفضل زين هس احنا مو مع السلاح المنفلث اي احنا كنحش كمؤسسة حشد اي الحشد هذا مو الكاظمي امريكا غير امريكا ما تقدر توخرها مؤسسة رسمية غصبا على كل قانون غصبا لانه الحشد مو للشيعة فقط زين للسنة حتى للكرد زين يعني خلنوا نكون خلق حش هذا منتين من عدة الحشد خطة احمر انتين من عدة جاي الحشد من دخل بلد من يحرر بلد او حرر بلد يضطي يضطي المنطقة والمحافظة الناس اهلا لها من ابناها اخينا مني ما نطاه اي ما نطاه مع محتراماتي ما احتراماتي هذول الحشد المنطقة والمنطقة حشد لو فصائل لا لا حشد احنا نحش نحش حشد اي فهو الحشد شين هو اشو واحد يعني استاذ احنا تغشم عن بلدك الحشد منه مثلا بدر مثلا العصائب مثلا فلان كلهم متجمعين باسم الحشد بس تحته امرت رئاسة الوزراء يعني هاي القصد ويطون شهداء ويطون جرحاء ويطون ويطون وقفوا اكبر قوة الشر والظلام بالعالم هي وهم هاي حشد وقفت خلن يكون واقعين بس اما سيد مصطفى الكاظمي بالعكس كل القوة ويا احنا نريد يكون العراق مصلحة العراق اول شي ما نريد لا ايران لا سعودية ولا هاي ما العلم بلد الوحيد الوغر في محنة العراق ان كان ان كان الى مصلحة يعني التحارم الدولي وطيران الاميركي انا متصوير لا لا سياسي متصوير وامريكا كان اتفاقية كان يحمي من يطيق لا لا بالعجر المخابرات يعرف من اللي يضراب ومن اللي تعاونا من اللي هدد هد من العراق وحياتك لو لا الحشد لكان العراق في خبر لو لا الفتوى المرجع لكان العراق في خبر من كان خلي نكون واقعي نجيبها من الأخير بس شنقول إحنا والجيش والجهاز مكافعة إرهاب والاتحادية ما خلي بالعكس بس خلي احتراماتنا بالعكس حشد الاتحادية حشد عدة الوزارة الدفاع عدة حشد الداخلية عدة حشد هاي كلها هم أبناء وطن أخواننا سنة عدو حشد يعني ما نحكي بس إحنا العراق للكل هاي إحنا ما نرجع للطائفية هي الطائفية الهجمة هذا البلد خلي نرجع لأصل الموضوع أصل الموضوع معنا كتعالفة إحنا بالعكس نسند السيد الكاظمي في سبيل يكون بعيد عن الضغوطات إحنا بس باقي الكتل ساندين بحصر السلاح بحصر السلاح ما أي وجود مسلح ماكو وجود مسلح فصائل يكون هو إحنا لعديش نسنده إحنا ليش يكون إسناد وباقي الكتل بس الكتل إحنا مرد يكون إسناد صحيح بس بعيد عن المحاصصة ياخلي حد أوت البارحة الحد أوت البارحة أكو كتل تقول أنا أريد منك من أما زين أنت تعرف لا لا معرف والله تعرف وروح أبوك معرف من أما هسا تعوفنا لا سنية ولا شيعية سنية وشيعية لا تقول لي بس سنة ولا تقول لي بس شيعا لا تقول أستاذ رحمك طلبتوا شي براحة بيك هسا أستاذ رحمك هسا أستاذ رحمك هسا هم مثل ما تفاضلتي ممكن شوية ملتهي مال هاي التحالف المدن المحررة أو أكو أو ماكو أو خمسة وعشرين من هما ضايجين أنا بلا هما شوية من زيجين سأكون مثلا ردك بالعكس إذا كان إذا كان خميس الخنجر مثلا يقود صحيح بعيد عن المحاصصة الحزبية وباقي الكتل باقي الكتل مو بس خميس الخنجر التحالف القوة يعني بس يكونوا بعيدا عن المحاصصة حتى البيت الشيعي بعيدا عن المحاصصة بالعكس رحم هاي الشي احنا نريد نوصل العراق لبرلمان يا أخي بس وخلوا المحاصصة والله العراق بخير والله كل فرد عراقي عيش ملك بس المحاصصة يا أخي تريليونات يالله سأقل لي إن كان في القوة الشيعية أو القوة السنية كل واحد إذا ما عدا ما عدا من خلينا كل بالملايين الدولار أكل وما كوا أستاذ مو موضوعنا أستاذ طالب لا هم معرج هم معرج هم معرج هم معرج على هذا هم من سيد مصطفى الكاظمي بالعكس إحنا ويا سيد مصطفى الكاظمي كان اختيار صحيح من كل القوة السياسية وبالفعل إحنا مهدنا له باختيار بعيد عن الضغوطات السياسية الإقليمية والدولية يعني أستاذ بس اسمح لي يعني أنا عفوا أسوي شيء بوصدقها عفوا عفوا بس اسمح لي يا أخي خلني اعترف اعترفوا كشيعة كشيعة اعترفوا شكرا لفخامة رئيس الجمهورية لأنك رشحت مصطفى الكاظمي لا 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 شكرا خيارة أخي خيارة بس اعترفتوا عليها ليش بعدين تعترفون عليها مصطفى الكاظمي بيعي يا رئيس الجمهورية مرئيس الجمهورية لو إحنا نحن نخلي زرفي شبي الزرفي شبي والله شلتوا تواثي وقلتوا ما يعبر ليش والله إحنا إحنا على مد آلية الترشية بالفعل لا لو وقلوا دستور له فوضى لا لأن سنة كانت 2014 مثل ما رجعنا سنة صارت فؤاد معصوم ما نرش على العبادي أما ننسي شي كرروها إذا نخرق الدستور لهم مخرق إحنا مو دستور له فوضى إنت ستقول السلاح لازم المنفلت السلاح المنفلت اعترفتوا عزر في لي أنه بخط العبادي بس قبلتوا على الكاظمي علما أنه مقرب للعبادي أيضا من رئيس الجمهورية ومن أفكاره وزع الكتلة الكبيرة رجع أخذ نشور باقي القوة أخذ أخذ رأي باقي القوة أستاذ طهر خلينا من نذكر عفوا أنا جدا واضح من نحكي لنجيب لا طار المرجعية ولا طار الدستور لا تسمح لي سمح لي مع جل الاحترام لم تلتزم إذا ما عنده قاعدة إذا ما عنده قاعدة على شيء على الضرم إذا قاعدة فازة هارو فازة لم تلتزم القوة الشيعية تحدي أو بشكل عام بتوجيهات المرجعية الدينية رجع 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 لم تلتزم القوة السياسية والأحزاب الحاكمة بعد 2003 بتوجيهات المرجعية لذلك الأحزاب الحاكمة أساءت للمرجعية للأسف باعتراف النواب والشيعة حقيقة نحترفنا العملية السياسية ولا تحتر بالدستور الحاج هذه العام وقال العملية السياسية مالتنا فشلة بس إحنا ما نخليها لازم نرجعها في طارها الصحيح حسنا خيار الكاظمي برهم صالح ولا خيار البيت الشيعي لا لا بيت الشيعي والسني والكردي والأخوان نسلنا شل شكرا استعطا الله عفظك تفضل استعطا تفضل يعني خلي أجعله هنا واحدة واحدة تفضل يعني أولا كتلة كبيرة أي والله لعنة العراقية بال2010 بدل من لاحق العملية السياسية للأخير من افترها وعلى العراقية ما نطرح استحقاقها بال2010 حوام الدكتور أياد ودكتور صالح لحد يعني تلاحق العملية السياسية تقولي دستور دستور اخترق مرات ومرات مرات مرات حسب المزاج السياسي مزيد فقط حتى أرجع التحرير العراضي أي اللي تكلمت به أنه تحرير العراضي من قبل الحشد وقبل طبعا أكيد قوات الأمنية أكيد قوات الأمنية والحشد والتحادية وكل الشرفاء العراقيين مراحظة شاركوا في تحرير العراق هم عراقيين وصلوا ضحوا بدماءهم مزيد لأجل العراق و لأجل تحريرها المرجعية كان لها الدور الأساسي في هذا الشكر و تقدير عالي مزيد العراقيين سوا عليه فضل و على محافظاتنا و الفضل العراقي على العراقي مو فضل هذا واجب لكن نحن نقيسه بقياس الفضل لحماية العراق والعراقيين فشكونا تقديرنا إلى كل من حرر الأراضي و صار بتراب المعارك أمام داعش واليوم جيش عندنا كبير أيضا ندزل التحية وتقديره للاحترام العالي وهو الكادر الصحي اللي اليوم يواجه معركة كيرونة بصدرة و يحمي العراقيين في هذا الظرف الصعب لذلك احنا اللي حرر العراق في كل معارك هم العراقيين فقط أما الغير اللي جانا جانا بفلوسنا مو الخاطر عيوني ولا الخاطر حتى يحقيقنا مصالحنا و الفلوس عنا لا لا بفلوسنا والله و عيونك بفلوسنا والله و عيونك بفلوسنا اللي ياخد نفط واللي ياخد صفقة حررنا المناطق بالتواتي غير أسلحة أي دولة عربية مرطتنا في شيء وين هالفلوس سيدك كريم هل مية و عشرة انت ناعب يعني جل الاحترامة انت أستاذنا و أخي كبير يعني العراق مية و عشرة مليون مطلوب للجمهور زين بفلوسنا هي كانت باللأفنة و عش هي أصلا خزينة ماكو ما شو المطلوبين للجمهورية مية و عش مليون القديمة ما هي قديمة القديمة القديمة كانت بالحرب لأمم المتحدة ذبت مية و عش هم مطلوبين جمال العراقين كلنا نطلبهم إياه لأن هم اللي تعدوا أصلا بالمعركة مال الإيرانية و اللي بدأوا بالمعركة مال العراقين فما نطلبين إحنا دخل فرع عليهم بخطاب الأمم المتحدة عفوا منه هو أول واحد اللي اعتداء و موجود منتاز خلي ازين اعتداء علينا و خذ نطيناهم درس اي عش كانوا دماغهم بالثورة جاوز على راضي نوقف نعود حدهم هل نقطة لغسطهم عموم المتحدة بفرد خلي نخلي استعطاء عن العموم تفضل تفضل استاذ رع زين قضية قضية إعادة النازحين و حل ملف المغيبين تعتقدون راح تنحل بسهولة في ظل المؤشرات الحالية استاذ رعك ولا لا يعني شوف هي قضية ليست سهلة بالنسبة للنازحين أنا نسويت بيان زين قلت لطلقوا صراحهم مثل ما تطلقوا صراح السجناء و تطلقوا صراح النازحين و رجعوهم لها لهم زين أنهم من المسجونين في المخيمات مو بسبب شي فقط 90% وهذا الملف صار لست سنين 90% من النازحين بأسباب سياسية هم موجودين بالخيم خلينا نطلق صراحا بيوم كيرونة بدأت عصف بيهم و اليوم الوضع الصحي كل الصعب في السجون لماذا لا ضغطوا على الغاء أبو الطوعي على على الغاء أبو الطوعي عادل عبد المهدي و عدكم موجودين الرجل الله ينطيق صراح و العافية ما هو قالها قال والله ما يخلوني يا بأ من هو ما يخلوك قال والله ما يخلوني فقلت له على الغاء نانتكم الكلمة تتحدى تروح و سوى مؤتمر في جرف الصخر قال والله ما يخلوني ما قبل أن أرجع النازحين فهو اعترف بها يقدر يسوي مصطفى الكاظمي معتمت أعتقد سيتكون لها أولوية في عودة نازحين خصوصا من كلام مالته في أول اللقاء و كذلك اللقاءات الثانية زي أنه شدد على الوضع النازحين و عودة الكرامة للعراقيين و عودة الكرامة متكون للعراقيين إذا ما يرجعون آخر نازح من المخيمات مجرد وجود خيمة هذه معناتها هناك كرامة منقصة للعراقيين لذلك نعتقد أنه سيكون له موقف كبير بهذا الأمر و نتابعين هذا الموضوع و نتابعين ملفات الغائبين و هذه الملفات الأساسية اللي ما رح نقعد إلى الكارب و نتفاوض عليه إذا ما نشوف رؤيتها في هذه الملفات حس عوفنا من النازحين خلينا بال لأن كل من الملفات بالضبط خلينا بهذا النازحين لأن النازحين ليست أولوية لدى أغلب النواب في المكون السني خلينا بالحصص بالوزارات عوفنا من المنهاج الله يخلي كم وزارة لكم هنا ستة للسنة ستة للسنة الدفاع صارت لأبو مازن هنا أكل حد لما قاعدني و شوان دفاع السنة و أنا ريت تتركني موسى طهر ثق بالله و قاعدين قاعدة و قاعدين هاي الوزارة الرعد و هاي الوزارة الفلان و هاي الوزارة العلان بقاعدة رسمية ثق بالله شنو اللي أخركم الزرف قاعدتوا يا و راح لكم للفلوجة هذا إلى الآن ما قاعدينو يا شنو الموضوع شنو اللي أخرنا المنهاج و برنامج لا تعني إن كل شي الوزارات شنو بالوزارات ما اخذنا من الوزارات من 2003 إلى حد الآن الشراكة لكن ما مشاركين شا سيوا بيها في الوزارات عودة يجيني واحد مع احترامات الكل عودة قل لها معالي أنا متعارك و متصايح و متعايط و مشقق هدوم ده يجيني واحد يأخذ منصب يقول لها معالي و أبارك له و أصفق له أنا لدي منهاج برنامج كافي ذاك الزمان راح انتهى ذاك الزمان ما أخذ حصتك و راح أطلع عركوب هاي انتهت ولذلك مشافر محمد علاوي بالبداية قلنا لدي منهاج برنامج قال نطيق مزال قلنا ما نشوفه و ما شفنا و ما شفنا و راح و ما شفنا يعني عفوا أحس من كلامك خط الكاظمي على خط علاوي لا بلاعكس هلا على شنو لا لا الكاظمي لحد الآن ليسوي برنامج علاوي جاب لنا الوزارات قبل المنهاج سيد الكاظمي ما جاء أنا قال إلا جبكم منهاج و برنامج أرجيكم فأنا درسه و ذاك الوقت ست وزارات موجودة و ذاك الوقت نتناقش بها شنو آليتها نخوّل هلي سيد الكاظم هم و يجيب رشح لأسماه و يختار هذا الموضوع لحدنا ما داخلين بي ولو داخلين بي بنصف ساعة من ناقش كان طراحتها مثل ما هي و تتعرف جميع أحكيه مثل ما هنه هاي الوزارة الفلان هاي الوزارة العلان أحكيه مثل ما هي لكن تقول لي بالأجواء بالأجواء اليوم واحد خابرنا من ديالة يبارك لينت وزير اليوم يعني أكيد و أكيد أخي عزيز و غالي قال يباركك و لحن أنت وزير و احنا أصلا ما قاني على وزارات فهذا الموضوع قال و قلت و هذا التواصل الاجتماعي يومي لحد يمكن فامن قائمة نزلت لسيد الكاظمي إنه هو شكل حكومة سيد الكاظمي رجم خبرات اجل جاب لكم البرنامج و ما اقتنعتو بي نعم شو تسوي رح نقول لما نقتنعين بي و عدنا ملاحظة واحدة ثنية ثلاثة تعدى تعدى ملتزم بي و عدنا قرار آخر شو القرار الآخر أستاذ راعد نرفضه مو بعيده عده أغلبية كردية و شيعية ترفضه عسا سيدك يؤبر خلاص ترفض معجور الاحترام خلاص آني عابر آني سيد أستاذ أحمد فضل إذا أنا رفضت البرنامج منهاجه و مموزاج أرفضه أرفضه من أن أشوف ماكو بي حقوق استقاقها طبعا أنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا أو عندي ثقة بنسبة كبيرة جدا بالنسبة كبيرة جدا بالنسبة كاظمي إنسان سيرسم في برنامج منهاجه العراق و وحدة العراق و قوة العراق نحن داعمين هذه المؤسسات وهذه القوة لذلك ما رح يكون علي رفض لكن أأكد لك أنه تحالف القوى العراقية هو الممثل الشرعي بنسبة كبيرة جدا للسنة من زعنا محمد علاوي قلنا لأركب سيطيارتك ورجع فأعتقد أنه السيد الكاظر نيعي جيدا أؤكد عليها أنه من هي الرمال المتحركة ومن هي الأراضي الصلبة التي يستطيع أن يقف عليها خلال المرحة القادمة عادة النواب في الفتح أستاذ طاهر متشائمون جدا من جلسة منحسق القادمة للسيد مصطفى الكاظمي هل فعلا نحن قدام مؤشرات غير إيجابية لجلسة منحسقه بمعنى هل ستمرر بأريحية وليش هذا التشاوم من أغلبية نواب الفتح وقال الكراد وحج خالين قراتكم وي الجانب الكردستاني الجانب الكردي أبلغ الكاظمي حسب التسريبات بضرورة الأخذ بتمثيل المكون الكردستاني في فريق الكاظمي فضل صحيح أحمد من هو يقول نحن متشنجين من سيد مصطفى الكاظمي متشنجين يعني متشنجوا وما نميذ المرض بالعكس خلي الزلم هو سنة عمره سنة خلي نشوف كابينة والبرنامج جلس أنتم جبنا عادل عبد المهدي ما قبله وجابه محمد توفيق ما قبله وإحنا كلنا منهم منهم العراق كل قوة سياسية كل قوة سياسية حتى الشعب أكو شعب يرضى قوة سياسية مرضى أكو قوة سياسية ترضى الشعب ما يقبل خلي إحنا بوقت حرج يا أخي خلي قدم مثل ما تفضل استاذي قدم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية خطوة خلي نبدي بعدين الشعب إذا صدق نعرف نختار نرجع للمحاصصة مثل ما الشعب يختار بصورة صحيح الأكفة والأنجح والأنزه لقيادة هذا الدول الصحيح فإحنا خلي يكون وزارته هو سنة يا أخي ومو يضرب عنقر أربع سنة نعم يحكوين نفسكم ويحكوين يحكوين قياداتكم أحسان أحكو تعالوا فتح يا أخي من جاء من جيران نحن الغيران قاعد أحكي نحن أحكي نحن أخلي يكون برنامج حكم الزلم كوش ما مقدم لا برنامج حكم لا كابينة وزارة تحكم الكتاب على غلافة لا تحكم على الكتاب من غلافة تخلص تخلص صار 30 يوم راح تخلص أستاذ طاهر زعامات الفتحية التي تحدد مصير الكاظم أستاذ طاهر أرجوك صدق تحكي نعم كذب عليك يعني محمد توفيق علاوي هو حددها للفتح يعني خير ليش نكون من هو العدل يعني هي مبينة يعني أستاذ أنت تحكي لي يا الله يخل لي كانوا بال يعني عثرة أخواننا الكرد وأخواننا السلام ما حقب لو شويش محاصصة مو إحنا هاي المحاصصة إذا نبقيت غير ما نصير ولا شعب يرتاح يعني الفتح يريد محاصصة إحنا بالعكس والله لا يريد محاصصة أنبياء أنبياء الله أستطع لا أنبياء لعشنو إحنا المجاهدين أنبياء أقل من أنبياء الدرجة يعني المجاهد شنو بايع روحه ونفسه ويطلع يجاهد شنو مجاهد يريد محاصصة يريد استحقاقها يا ماري منو قال استحقاق يا أخي مدعي مع مراعات مع مراعات تمثيل المكونة السياسي الشيع يا أخي يا أخي هل سخلي يكون واجب السماء طبعا يجب سينا شيئا أقرأ لا لا القصد القصد هل سنتبه تقول محاصصة أي يا خلي يكون محاصصة خلي كل حزب يكون صحيح مع احترامات كل حزب يكون حزب شريف يقدم شيء صحيح لبلد خلي تكون محاصصة الحكومة بس يكون تنافس فليتنافس هون بصورة صحيحة مو كل واحد يريد مويلاته جنطة أمليها واخذها أنت تعال هسا بدأت بيع المناصب كلها يعني من الجنط عليك هاي هل قد هل قد صار السماسرة والفتح ما عدهم يا أخي أنا مو أقول الساسة قوة السياسية بصورة عادة شلع قلع زين إحنا شنقول نقول هاي الأحزاب بس توقع المحاصصة من دينها من قاموسة العراق بخير خلي نشتغل الفتح وخر المحاصصة من دينه بالفعل للكاظمي يا أخي هسا نشوف بالجايات هسا نحن نحكم هسا المن يقدر نحكم احنا بالنسبة إننا ما نريد ما نريد كل شي بس يكون اختيار جاي يقعد يبكم داي يقعد يبكم أستاذ طاهر الله يخليك هل شنو انطردك انت تجيني هسا تجيني البيتي أطردك أنا أحب أجيك لأن انت إنسان عادل أنت عادل أولي أستاذ أحمد أنت أخوش إنسان شريف نازي هجي زين يعني أكو مثل أكو مثل تركي بس ما أريد أحسيها زين زين يقول 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 قزم قفاغ انطفر يقول أخي ما بيها شي يعني جدريه من ده يلقي قب يعني هم قلب على قلب يعني إنسان شريف أروح له أستاذ رعاد إنسان شريف ووطني أروح له السيد الكاظمي نحاول تجاوز المعوقات بعد الدشوف نحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي فالسر يحي بمعنى أكو معوقات يحاول تجاوز المعوقات هذا تفسير واضح قعدتوا خلاص قعدوا يلكراد هو بس اتصالات دقيقة فقط مع الأحزاب الشيعية الضاغطة على المناصبي ما كيش أنبياء مو أنبياء ما تردون حصاص يا أخي مو أنبياء مو أنبياء ما رح نشوف وزراء تابعين نفتح ما رح نشوف وزراء تابعين يا أخي في 2018 الدورة بعدها ما كاملة رئيس وزراء ما عندنا وين إحنا عندنا وزراء يكسر ما إحنا أول دورة تحالف الفتح قبل مثلا تحالف القوة الكردستاني سالة 17 سنة من العطاء إحنا بعدنا في 2018 وين إحنا عندنا وزارة الله أكبر تعليم نقل وزارة العمل وشول الاجتماعي وغيرها 14 وزارة النقل 14 كلها تفرغت للجهاد لو لا أكثر شي وين الطينا عمي أنتو خلوا نكونوا واقعين أنا بس أقول نقطة وحدة نقطة وحدة إذا تحققت هذا مصطفى الكاظم يعتبر شينيه بأن لا يتعامل ويا جميع القوى السياسية بعين نرجسية هو يختار جري حتى مع العامري عامري هو أول الناس أنا أقول عامري على مديري على المباشر على زعيمك على زعيمي بس بصورة صحيحة بصورة صحيحة بأنه يكون حس وطني عنده إحنا هذا نريده إحنا نريد وطننا قبل كل شي جيد تتوقع جلسة قبل رمضان أستاذ رعاد قبل نواجهك أبزع الأخوي أنت من شفت ريجا يا الله يا الله من شفت ريجا أستاذ أحمد تفضل قلبه كبير أستاذ أحمد اليوم العملية السياسية مبنية على أحزاب نرضى ما نرضى اليوم وكأنه هناك كذوبة كبيرة أنه نأتي بتقنقرات مستقلية من يجي التقنقرات المستقل للنسمة غيرها رشحة وغيرها لذلك أتمنى على سيد الكاظرمي أنه يختخت قوتيان الأولى أنه يكون واضح مع الكتل كلها السياسية يقولهم تردود مستقلين لأحزاب ويكون واضح هذا باستقل أنطيهم ورقة أبن رشحولي اللي يريد كتلة وزارة خير يرشح لي ليش أجي بسمح لي اللي يجيب لي فارغة اللي يجيب لي فارغة لا أختار أصير جريء من يعبره من يعبره يا أخي يطلع للشعب يقول فلان كتلة هي الكتلة هي عرقة العملية السياسية ومو بسان يريد هيج ويجيج حتى الشعب يعروم سيد الكريم هو جدا مخياري أقلت لك أما يقول للعزاب هاي ورقة ورشحولي واللي يريد من الرشح يعني لا chịع ready خليها فارغة حتى أنا رشح لأ Μ Award ما خلي الأحزاب معك عمي هاي ورقة ورشحولي مدية الرشح لك applies to her فارغة حتى أنا رشح وورق مكتوب حتى من يرفضها يقول لا أنا ما رأيض رشح مو في عقر لا يا فريق الشي هو رسمي يجي راعد يقول لك أنا ما رأيض رشح عمي تركيها فارغة وونا اختار يحب أن أفوقوا هاي الورقة فارغة أرجع لكيها وأنا وقع لك عليها رح توكل حتى باشي يقول هاي ورقة رعد ما قبل يرشح وان رشحت لي وهاي ورقة فلان الحزب اللي يرشح لي هاي وحدة اثنيا سيد الكريم اللي يجي مستقل في هذا الضر أنا مكلف بتشكيل كابينة وزارة في هذا الضرف اللي مربي العراق لا أجيب ناس مرشحين من كتل سياسية واضحين وضح الشمس حتى تعال باب رعد انت مرشحت لهذا أنت تحمل نسؤوليته انت تحمل نسؤوليته نجاح وفشل لعد وين دماء الناس والتظاهرات اللي يطلعين أنا أريد أنجح يا كتل سياسية دماء الناس ما جدتي ما صارت على مود رعد ما يصير أو فلان ما يصير يريدون دولة دماء الناس لأجل دولة دولة إذا تنعلن الدولة تتحقق من خلال طرق أبواب الأحزاب تعال بدون زحمة استطهر انطينا فات خمس وزراء للتعليم لا لا مو للخارجي صاحة أحمد مو يترك بابا يقول لعيني انت لك أنت يسنة يا أخي ماهو أنا ما أقول أنا ما أحشي خلاص أنا أروح أجيب تكنقراط وأجيب مستقلين مين الشي هو أنت تتحكي بالخيال مين شون مين يسوت له مين يسوت له مم كلاثة لأخوان الكرد وستة للسنة مين ينطل ثلاثة للكرد مين طلل السنة ما هي يسوت له ما حد يسوت له غالس يكون صادق وواضحين خلاص نجيب ناس مسؤولين ومسائلين ليش يقول لك هذا تابع لي يقول لا والله ما تابع لي في حين مدير المكتب يمشي مدير المكتب آني دازة خلين نكون واضحين هذا إليك باش النجاح إليك وفشل عليك واني أحاسب أنا رئيس وزراء بشكل واضح وصريح هل أنتم مع بأقل من دقيقة جدا ننتهي الوقت بأقل هل أنتم مع الإبقاء على وزراء الغاب الطوع عادر عبد المهدي في حكومة المكلف الكاظمي إحنا مع سيد مصطفى الكاظم في اختيار وزراء بالذات هو نفسي تيختار ماكو أي حزب يطرح يقول لك آن فلان وانت تتحمل مسؤولين ماكو يعني ماكو العراق وزير المالي رح يبقى موكو نعم ماكو يقول لك يا أخي مو كيف يعني إذا بكيف غير يعني مو كيف لأنه حر مو كيف يا أخي شنهية حر إحنا تدون دستور قانون لو تدون جيش محمد العاقود غير غير إحنا نريد صدد ناس تقنقرات مستقلين بحيث يقودون بلد يا خم حزب يعني مع كله أي واحد يرشح ما يلحاز الحزبة بالأخير هل أنتم مع الابقاء على وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيل سؤالي واضح نعم أو لا المستقيل إحنا مع المستقلين ما الوزارة وزراء الحس الاختيار لا عادل عبد المهدي لا 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 صريق الوزارة مع العادل عبد المهدي كفتح إذا تكررت بعض الوجوه يعني تعتقد الفتح رح يصوت يمشون ولا لا إذا كانوا مستقلين نزهين ليش لا ما يراه السيد الكابوس داعمي لكن أنا أجابك على سؤالك هل ستمر الحكومة هذا الأسبوع أنا أعتقد العراقين أمامها كبيرة جدا وررمضان هذا الفترة ستكون عصيبة على السيد شكرا لكم شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة